بعد اختراق بيانات أكثر من 50 مليون حساب على أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم فيسبوك أصبحت بيانات شركة كامبرج أناليتيكا بين أيدي المحاققين حيث فتش محاققون من الهيئة التنظيمية المعنية بحماية البيانات في بريطانيا مقر شركة بسبب ما زعم بأنها جمعت بشكل غير قانوني بيانات خاصة بمستخدمي فيسبوك لاستهداف ناخبين أمريكيين قرابة 20 مسؤولا وصلوا لمقر شركة في وسط لندن بعد أن منح قاضم بالمحكمة العليا مكتب حماية البيانات في بريطانيا إذن بالتفتيش وكانت إليزابيث دينهان مديرة مكتب مفوض المعلومات قد سعت لاستثار مذكرة تفتيش لمقر كامبرج بعدما كشف مصدر مطلع معلومات أن الشركة جمعت معلومات خاصة عن 50 مليون من مستخدمي فيسبوك لدعم الحملة الانتخابية لرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016 وتحقق بريطانيا لمعرفة ما إذا كانت فيسبوك قامت بما يكفي لحماية البيانات بعد أن طلب مشرعون أمريكيون من الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أن يمثل أمام الكونغرس لتوضيح كيفية وصول البيانات إلى شركة كامبرج أناليتيكا زوكربورغ من جهته قال أن شركته ارتكبت أخطاء فيما يتعلق ببيانات 50 مليون من مستخدمي خدماتها وتعهد باتخاذ خطوات أكثر صرامة في تقييد مطوري الخدمة لهذه المعلومات كامبرج أناليتيكا نفت اقتراف أي خطأ وأنها ستجري تدقيقا مستقلا من طرف ثالث للتحقيق من أنها لا تملك البيانات التي تم الاستلاء عليها محمد الأضياني الإخبارية